السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنان العزاء طلبات وطالبات الصف الثاني قسم تركيبات وبعدات كهربية اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا المدرسة نهاردة ان شاء الله نرحب بيكو تاني بعد ما انتهينا من الترم الاول وخلصنا امتحاناتنا في الترم الاول وتمنياتنا ليكو جميعا طبعا بالتوفيق والنجاح نبدأ مع بعض في الترم التاني ومادة الالات الكهربية هنتكلم عن الباب الثالث الات الطيار المستمر اه الات الطيار المستمر واحنا في خلال دراستنا ليه الالات الطيار المستمر او الباب الثالث بالاخص هنلاقي ان احنا بنتكلم عن الالة كمولد وكمحرك الات الطيار المستمر في العموم كالة مولد كهرابي او محرك كهرابي طيب امتى تبقى مولد وامتى تبقى محرك ده اللي هنشوفه من التعريف بتاع اه الات الطيار المستمر هي آلة لما تبقى مولد فهي بتاخد طاقة حركية بتحولها الى طاقة كهربية. يعني الدخل بتاعها طاقة حركية او ميكانيكية قوة دفع ميكانيكية بيديني الخارج بتاعه قوة دفع كهربية. طيب بالنسبة للمحرك. بالنسبة للمحرك هو الدخل بتاعه بيبقى قوة دفع كهربية الخارج بتاعه بيبقى قوة دفع ميكانيكية او عزم دوران يسبب حركة آلة متحملة على المحرك تمام يبقى لما نيجي نعرفها كتعريف هنقول ايه انه في حالة او آلة الطيار المستمر هي آلة تعمل على تحويل الطاقة الحركية او الميكانيكية الى طاقة كهربية وفي هذه الحالة تسمى مولد طيار مستمر طيب واذا او اذا كانت دخل التعامل او هي طاقة حركية او ميكانيكية ففي الحالة دي هي بتسمى ايه محرك كهربية تعالوا نشوف مع بعض كده هي هيبقى التعريف نقوله ازاي مع بعض اول حاجة آلة الطيار المستمر بيقول لي انه تعرف آلة الطيار المستمر بانها آلة تعمل على تحويل الطاقة الحركية او الميكانيكية الى طاقة كهربية وفي هذه الحالة تسمى مولد طيار مستمر وايضا تحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية وتسمى في هذه الحالة محرك طيار مستمر طيب ما تيجي يا مستر وغينا بشكل رسم او رسم توضيحي نشوف مع بعض انا عاوز افهم ازاي هيبقى الدخل طاقة حركية يديني طاقة كهربية تشغل حمل كهربية لمبات اجهزة كهربية عايزين نشوف هتبقى ازاي وازاي لما تبقى محرك هتاخد طاقة كهربية تطلع لي طاقة حركية وتشغل حمل موجود عليه مكانة او جهاز دائر او حاجة فيها عضو دائر تمام هنشوف مع بعض شكل كده هيوضح لي قلية العمل للمولد وللمحرك تعالوا مع بعض نشوف كده هنلاقي انه لو بصينا للشكل اللي طلع قدامنا ده هنلاقيه هو بيتكون من ايه موصل بيدور بين قطبين مغناطيسيين ومنه النتيجة اللي طلعت ان في قوة دفعة كهربية تمام كده طلعت على فرشتين فرش كربونية اتجمع عليها الطيار المستمر من عضو التوحيد وطلعت لي فردتين يشغلوا لي او طلع لي طرفين يشغلوا لي الحمل تمام يعني ايه يعني ان الموصل لما دار بين قطبين مغناطيسيين اللي حصل اطع خطوط المجال اللي طلعين من القطبين فبالتالي اتولت قوة دفعة كهربية تمام وطيار مر اه طلع او وصل الى عضو التوحيد وبالتالي اتجمع في الفرشتين الكربونيتين الفرش الكربونية اللي موجودين دول وبعدين طلع لي على الطرفين يشغل الحمل طب بالنسبة للمحرك بالنسبة للمحرك احنا قلنا بيبقى الدخل بتاعه طاقة كهربية تعال نشوف هنا في موصل هو بيدور يعني هنا برضو عندي موصل بيدور هنا ولكن الدخل ايه يا جماعة بص لو بصينا تحت على الشكل اللي تحت ده هنلاقيها بطارية طيار مستمر فبيحصل ايه ان مصدر التخزيه عندي هنا بيبقى طاقة كهربية او قوة دفعة كهربية خرجت من البطارية او من المصدر دخلت على فرشتين العضو التوحيد راحت لمين للملف الملف بيدور طبعا بيدور هو نتيجة ان المجال المغناطيسي اللي نشأ فيه الملف العضو الدائر بيتقاطع مع المجال المغناطيسي او بيتفاعل مع المجال المغناطيسي الناشئ من القطبين ومحصلة المجالين او محصلة تفاعل المجالين بيتولد ايه عزم دوران يسبب حركة مين حركة العضو الدائر تمام ده كده فكرة بسيطة سريعة عن مين عن الآة الطيار المستمر طب تعالى بيقول لي خد بالك خد بالك انه بيقول لي انه لا يوجد اختلاف في التركيب لا يوجد اختلاف في التركيب بين آلة الطيار المستمر في حالة انها مولد وآلة الطيار المستمر في حالة انها محرك الاختلاف في التركيب مفيش اختلاف التركيب هما التمن عناصر او يعني بيكون من تمن اجزاء في آلة الطيار المستمر كمولد او مولد الطيار المستمر هما نفس العناصر او الاجزاء اللي في محرك الطيار المستمر تمام طيب عايزين نشوف التركيب لو جينا تكلمنا عن التركيب طب نظرية العمل خلي بالك من حاجة احنا قلنا في تعريفه قلنا ان المولد بيشتغل ايه داخله بياخد طاقة حركية يطلعها لي طاقة كهربية والمحرك بياخد طاقة كهربية يطلعها او يعكسها او يحولها الى طاقة حركية تمام كده طيب بيقول لي لا يوجد اختلاف في التركيب بين مولد الطيار المستمر ومحرك الطيار المستمر يعني يخد بالك من النقطة دي مفيش اختلاف في التركيب بين الالتين تمام لان احنا اتفقنا ان الباب التالت عندنا بيتكلم عن آلة الطيار المستمر في العموم تمام يعني يقصد المولد ويقصد المحرك طيب تعالوا نشوف بعد كده ايه لقينا ان بعد كده في شروط واجب توفرها ودي نقطة عايزين نفسرها مع بعض كده علشان لما يبقى جي للسؤال دوت السؤال يجي لك يقول لك اذكر الشروط الواجب توفرها للحصول على قوة دفعة كهربية تمام ايه هي الشروط او ايه هي الحاجات او العوامل اللي المفروض تبقى موجودة ومتوفرة علشان اقدر احصل على قوة دفعة كهربية الراسمة اللي شفناها او الشكل اللي شفناه المتحرك اللي شفناه في الشريحة اللي قبلها كان بيقول لي ايه انه خد بالك علشان تحصل على قوة دفعة كهربية فانت بتتكلم عن المولد يعني في موصل هيتحرك بين قطبين مغناطيسيين ولما يتحرك الموصل او يدور بسرعة سابتة قدام القطبين المغناطيسيين ايه اللي هيحصل الموصل قطع خطوط المجال الموصل قطع خطوط المجال طب ايه اللي حصل اتولد لت قوة دفعة كهربية طب ايه هي الحاجات اللي تسببت في توليد القوة الدفعة الكهربية لقينا ان كان فيه موصل بندوره بين القطبين وكان فيه مجال مغناطيسي نتيجة تواجد القطبين قصد بعض صح كده وكان فيه قوة محركة للموصل داخل المجال المغناطيسي تعال نشوف كده مع بعض ويرتبهم واحدة واحدة رقم واحد قال لي انه اول حاجة المفروض تبقى موجودة موصل او مجموعة من الموصلات اللي هي بنسميها مصاري القوة الدفعة الكهربية تمام يبقى رقم واحد مجموعة موصلات او موصل طيب رقم اتنين مجال مغناطيسي قوي اللي هو قلنا بينشأ من الاقطاب او بينتج من الاقطاب طيب عندي رقم تلاتة قوة ميكانيكية لتحريك الموصل داخل المجال يبقى ده اللي احنا قلناه قلنا انه لازم الشروط الواجب توفرها هي تلات عناصر مهمين الموصل اللي هيمر فيه القوة او هيحمل القوة الدفعة الكهربية رقم اتنين المجال المغناطيسي القوي اللي هو صدر من قطبين المغناطيسيين قطب شمالي وقطب جنوبي رقم تلاتة قوة ميكانيكية لتحريك الموصل داخل المجال طيب طيب تعال نشوف حاجة تاني هنا بيقول لي تتولد القوة الدفعة الكهربية متغيرة القيمة والاتجاه تمام كده طيب يعني ايه دي نحتاجة تفسير نقولها مع بعض اي قال الطيار مستمر دي حتى هتلاقيها في اول صفحة في الباب التاني مولدات الطيار المستمر تمام هتلاقيها موجودة في الكتاب في اول صفحة في الباب التاني في الترمي التاني اللي هو الباب الرابع أسف هتلاقي موجود انه بيقول لك انه اي قال الطيار مستمر هي في الاساس خرجها طيار متردد في الاساس الخرج بيبقى طيار متردد طيب ازاي الخرج بيبقى طيار متردد وأنا بسميها آلة الطيار المستمر قال لي أنه لعملنا حل أو وجدنا وسيلة أن هي تخليلي الطيار اللي خارج أو خارج آلة الطيار المستمر دي بدل ما هو متردد يتحول لمستمر إيه هي؟ قال لي عملنا حاجة اسمها عضو التوحيد وبقى جزء من العضو الدائر تمام؟ بقى جزء من العضو الدائر ومتصل اتصال مباشر بمين؟ بالملفات التي تولت فيها قوة دفع الكهربية الملفات اللي هيدي الدين الخارج اللي شيلت قوة دفع الكهربية اللي بيمر فيها الطيار اللي هيخرج من المولد تمام؟ ولو بصنا على السطرين دول لقيته بيقول لي إيه؟ ولكي نحصل على قوة دفع كهربية سابتة القيمة والاتجاه يتم تركيب تجهيزة خاصة على المنتج تجهيزة خاصة على المنتج تسمى عضو التوحيد تمام؟ يبقى علشان أحصل على قوة دفع كهربية سابتة القيمة والاتجاه لأن المولد الطيار المستمر بيبقى خرجه قوة دفع كهربية متغيرة القيمة والاتجاه يعني بتبقى شكل الطيار المتردد شكل المجاجيبية يعني تمام؟ علشان نحصل عليها في اتجاه سابت وموحد أو سابت القيمة والاتجاه يجب تركيب تجهيزة خاصة على المنتج تسمى عضو التوحيد تمام كده؟ طيب تعال نشوف مع بعض هو آلة الطيار المستمر بتتكون من ايه؟ تركيب آلة الطيار المستمر لو جينا تكلمنا عن تركيب آلة الطيار المستمر في بداية كلامنا قلنا خد بالك انتبه أن آلة الطيار المستمر كمولد تركيبها لا يختلف تماما عن تركيب محرك الطيار المستمر كل ما هنالك أن الدخل هو اللي بيختلف تمام كده؟ الدخل هو اللي بيختلف آلية العمل بتختلف نظرية العمل بتختلف تمام؟ ده المولد بيبقى دخله قوة دفعة كهربية المحرك آسف المولد بيبقى دخله قوة دفعة ميكانيكية أو حركة طاقة حركية أو ميكانيكية لكن المحرك بيبقى دخله طيار أو قوة دفعة كهربية تديني طاقة ميكانيكية أو طاقة حركية طيب التركيب آلة الطيار المستمر لما نتكلم عن تركيب آلة الطيار المستمر فهي آلة بتتكون في جزء ثابت وفي جزء دائر آلة بتتكون من جزء ثابت وجزء دائر الجزء الثابت بيبقى شايل إيه والجزء الدائر بيبقى شايل إيه الجزء الثابت بيبقى شايل الأقطاب المغماطيسية أو رقائق القلب الحديدي للأقطاب تمام طيب أما الجزء الدائر بيبقى شايل الملفات ورقائق صلب سيليكوني اللي هي بتكون القلب الحديدي للعضو الدائر وفيه عمود دوران ومثبت معاه كقطعة واحدة عضو التوحيد تمام كده ومعاه اللي هي كراسي عمود الدوران يبقى نقولهم بالترتيب كده رقم واحد هيكل خارجي اتنين أقطاب مغناطيسية رئيسية لأننا عندي نوعين من الأقطاب المغناطيسية بيبقى عندي أقطاب مغناطيسية رئيسية وأقطاب مغناطيسية مساعدة وكل واحدة ليها موضوع في شغلها يعني حتى هو مادة الصنع والتركيب هو واحد مادة الصنع والتركيب واحد وطريقة العزل وسبب العزل الشرح واحد فيهم ولكن الفايدة في الأقطاب المغناطيسية المساعدة لها فايدة هنقولها لما نيجي عليها دلوقتي تمام؟ يبقى رقم واحد الهيكل الخارجي اتنين الأقطاب المغناطيسية الرئيسية تلاتة أقطاب مغناطيسية مساعدة رقم أربعة العضو الدائر وبعدين عندي عضو التوحيد وكمان في عمود الدوران وكرسي عمود الدوران وعندي حاجة مهمة قوي اللي من غيرها مش هعرف أحصل على الطيار من العضو الدائر أو من ملفات المنتج ملفات العضو الدائر احنا نسميها ملفات المنتج أو ملفات عضو الاستنتاج تمام كده؟ طيب تعال نشوف مع بعض كده التركيب مع بعض رقم واحد عندي قال لي ايه الهيكل الخارجي الأقطاب المغناطيسية رقم اتنين الأقطاب المغناطيسية المساعدة رقم تلاتة الأقطاب المغناطيسية المساعدة ورئيسية رقم أربعة عضو الاستنتاج رقم خمسة عضو التوحيد رقم ستة الفرش الكربونية سبعة عمود الدوران وتمانية كرسي عمود الدوران هل التركيب هنا يختلف عن المحرك وبأكد عليها تاني التركيب هنا ما بيختلفش كل الحكاية انه وظيفة عضو التوحيد وده هنقوله لما نيجي نتكلم عن عضو التوحيد وظيفة عضو التوحيد في المولد بتختلف كليا عن عضو التوحيد في المحرك تمام كده يبقى الاختلاف هيبقى عضو التوحيد في وظيفته تمام طيب بعد كده بيقولي هنتكلم عن الهيكل الخارجي الهيكل الخارجي ده بيصنع من الصلب المسبوك ذو معامل نفذية مغناطيصية عالي الهيكل الخارجي بيصنع من ايه من الصلب المسبوك ليه لانه له معامل مغناطيصي نفذية مغناطيصية عالية ممكن دي تيجي نقطة علل علل ممكن سؤال نقطة في الامتحان علل يصنع الهيكل الخارجي في آلات الطيار المستمر من الصلب المسبوك الإجابة لأنه له معامل أو لأنه معدن له معامل نفذية مغناطيسية عالية طب ورين يا مستر انت عودتنا بتورينا الشكل بتاع الحاجة أو العضو أو الجزء اللي احنا بنشوفه احنا النهاردة جايب لكم أجزاء حقيقية من المولد أو آلة الطيار المستمر بحيث ان انا أعيشك كأنك داخل القسم بالزفر تعالي نشوف الشكل كده اللي هنشوفه مع بعض وهو ده اللي هيوضح لي شكل الهيكل الخارجي الهيكل الخارجي عندي بيقول لي ان ده شكل الهيكل اللي هيبقى موجود في آلة الطيار المستمر ده الغلاف الخارجي ده أو الهيكل الخارجي اللي موجود عندي ده هو ده اللي مصنوع من ايه؟ من الصلب المسبوك تمام؟ طب فايدة الهيكل الخارجي ايه؟ لقينا ان الهيكل الخارجي ليه فايدتين مهمين اوي وعلشان كده صنعناه من الصلب المسبوك تمام اهم حاجتين اهم فايدتين للهيكل الخارجي لانه مصنوع من الصلب المسبوك يعني ليه معامل نفذية مغناطيسية عالي فهو ليه فايدة مهمة اوي اللي هي تكملة الدائرة المغناطيسية تمام يبقى رقم واحد تكملة الدائرة المغناطيسية تمام كده رقم اتنين الهيكل الخارجي بيبقى جواه حاجة اسمها اللي هي رقم اتنين في التركيب الاقطاب المغناطسية او رقائق الاقطاب المغناطسية تمام طيب يبقى عندي فائدة الهيكل الخارجي حمل الاقطاب المغناطسية وتكملة دائرة المغناطسية تمام نشوف الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده الاقطاب المغناطسية الرئيسية الاقطاب المغناطيسية الرئيسية دي بقى بتبقى عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني خد بالك هي دائرية الشكل لان احنا شفنا ان الهيكل الخارجي هو دائري الشكل تمام بتبقى الاقطاب مسبتة جواه كقطعة واحدة يعني هي بتبقى دخلة ايه بلغة الورشة وبلغة الفنيين يقولك هي بتدخل بتعشيقة غنفرية او بتعشيقة يعني بتبقى شحط فين في يعني في الهيكل الخارجي تمام الاقطاب دي بتبقى عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني دائرية الشكل تمام مجمعة مع بعضها واخد بالك يعني بتبقى رقيقة شريحة واحدة الشريحة دي بيبقى في عدد منها كبير بتجمع مع بعضها وبتتضغط وبتتعزل بالورنيش مصنوعة من الصلب السيليكوني طب صمك الشريحة الواحدة كان الرقاقة الواحدة او الرقيقة الواحدة من رقائق الصلب السيليكوني دي بيتراوح ما بين من 35 من 100 او اللي هي 3 من 10 وما بين الخمسة من 10 ملي متر تشوف هي بتبقى رفايعة قد ايه صمكها رفايعة بيتضغط مع بعضه عدد كبير من الشريح وبيكون لي قلب مغناطيسي او قد باقطاب مغناطيسية او لرقائق الاقطاب المغناطيسية لما بتضغط مع بعضها بتبقى معزولة بالورنيش عن بعضها يعني كل رقيقة معزولة لوحدها بالورنيش او بالمادة العزلة او بالطلاق العازل وبتبقى مضغوطة وبعدين بيفتح في محطها الداخلي مجاري لتثبيت مين الملفات طيب الاقطاب بتبقى جواها الاقطاب دي بتنتهي بحاجة اسمها حزاء القضب تعال نشوف شكلها وتعال نشوف التعريف هنكتبه ازاي هنا قال لي ان تصنع رقائق من او هي عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني المعزول بالورنيش ليه ودي نقطة مهمة اوي ليه هي من الصلب السيليكوني ومعزولة للتقليل من المفاقيد الناتجة بسبب الطيارات الدوامية ومفاقيد التعويق المغناطيسي ثم تجمع وتربط مع بعضها وتنتهي بحزاء القضب وده هو رهولك دلوقتي على الشكل اللي هنشوفه ثم تنتهي بحزاء القضب ليه بتنتهي بحزاء القضب لتنظيم وتسهيل مرور المجال المغناطيسي خلال الصغرة الهوائية بينها وبين المنتج تمام يبقى من الجزئية دي احنا طلعنا في اللي هو شرح الاقطاب المغناطيسية نقدر نطلع بسؤالين مهمين قوي قبل ما نشوف الشكل بتاعها ايه هم السؤالين ممكن يجي في الامتحان يقول لي علل تصنع رقائق الاقطاب المغناطيسية والمساعدة الرئيسية والمساعدة من الصلب السيليكوني وتعزل بالورنيش ليه يبقى الاجابة بتاعتنا خلاص واضحة قدامنا اللي هي ايه للتقليل من الطيارات الدوامية او المفاقيد الناتجة بسبب الطيارات الدوامية ومفاقيد التعويق المغناطيسي طب سؤال تاني علل تنتهي الاقطاب المغناطيسية الرئيسية باحزية القطب او بحزاء القطب ليه برضو لتنظيم وتسهيل مرور المجال المغناطيسي خلال الصغر الهوائية بين الاقطاب وبين مين المنتج وقلنا المنتج ده اللي هو عضو الاستنتاج اللي هو العضو الدائر تمام ولينا يا مستر بقى الشكل بتاع الجزء دوت اللي هو الاقطاب المغناطيسية الرئيسية لو بصينا على الشكلين دول حنلاقي الاقطاب المغناطيسية بص كده الشكل ده عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني مجمعة مع بعضها ومعزولة بالورنيش تمام وتنتهي وتنتهي باحزية القطب الشكل الدائر ده هو ده حزاء القطب بالنسبة لي اهو قدام بعضه تمام انا عندي هنا قطبين اهمت ده قطب وده قطب قدام بعضه تمام كده بينتهي لاتنين بحزاء القطب وقلنا ليه بينتهي بحزاء القطب لتسهيل مرور المجال المغناطيسي خلال الصغر الهوائية الصغر الهوائية ده بتبقى فين بتبقى ما بين عضو الاستنتاج اللي هو العضو الدائر او المنتج وبين الاقطاب المغناطيسية قمالي الشكل اللي فوق ده ايه الشكل اللي فوق ده انا بورهه لك بعد ما بنلف الملفات بتاعة الاقطاب لما بنركب ملفات ايه الاقطاب تمام طيب بعد كده هنشوف الأقطاب المغناطيسية المساعدة الأقطاب المغناطيسية المساعدة برضو لازم نشوف الشكل بتاعها علشان في هي ليها طريقة في التثبيت والملفات اللي بتبقى عليها ليها طريقة لف أو ليها مساحة مقطع مختلفة وهنقول ليه دلوقتي قال لي ان هي تصنع من رقائق من الصلب السيليكوني خد بالك زيها زي مين الأقطاب المغناطيسية الرئاسية يبقى تصنع من رقائق من الصلب السيليكوني المعزول بالورنيش وتصنع ملفتها خد بالك من النقطة دي وتصنع ملفتها من النحاس أو من سلك نحاس زو مساحة مقطع كبيرة ليه لان طيار عضو الاستنتاج بيمر فيها بالكامل وده لانها بتتصل بالتوالي مع عضو الاستنتاج طب بيتم تثبيتها فين قال لي او لقينا ان احنا لما بنفتح المولد او قالت سواء مولد او محرك بقى بنفتح قالت الطيار المستمر لقينا ان احنا بنتكلم عن الاقطاب المغناطيسية المساعدة وقال لي ان من ضمن تعرفها ان هي بيتم تركيبها فين بين قطبين الرئيسيين بين القطبين الرئيسيين يعني هنا يتم تثبيتها بين كل قطبين رئيسيين نشوفها على الرسمة اهو ادي عندي ده قطب رئيسي وده قطب رئيسي طب ايه اللي في النص ده ده قطب مساعد او قطب مغناطيسي مساعد خد بالك ان شكل الملفات هنا مساحة مقطعها صغيرة لكن هنا مساحة المقطع ايه كبيرة هنا مساحة مقطع السلك كبيرة سلك مصنوع من النحاس الاحمر جيد التوصيل بتبقى مساحة مقطعه كبيرة ليه علشان بيبقى متصل بالتوالي مع عضو الاستنتاج ليه لان طيار عضو الاستنتاج كله بيمر فيها فلازم تبقى مساحة المقطع كبيرة علشان تتحمل الطيار العالي كله تمام طيب فايدة الاقطاب المغناطيسية المساعدة فايدة الاقطاب المغناطيسية المساعدة عندي هنا هي عندي ثلاث فوائد لها اهمها ايه ان هي بتقلل الشرارة بين الفرش الكربونية وعضو التوحيد لانه لازم نبقى فاهمين انه بيبقى عندي عضو التوحيد بيبقى مسبت عليه الفرش الكربونية بتبقى مسبتة بشكل مائل او بزاوية قايمة بتبقى بتعمل او ممكن ينتج منها شرارة نتيجة الاحتكاك ايه تاني قال لي ان هي بتحسن عملية التوحيد للطيار يبقى رقم واحد تحسين عملية التوحيد للطيار رقم اتنين تقلل او تقليل الشرارة الناتجة بين عضو التوحيد والفرش الكربونية رقم تلاتة ودي حاجة مهمة اوي اللي هي التقليل من تأثير او تلافي تأثير رد فعل عضو الاستنتاج تمام يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاقطاب المغناطيسية والرأسية والاقطاب المغناطيسية المساعدة نيجي بقى ده جهدور عضو الاستنتاج او اه اللي هو العضو الدقري اللي هيكون شايل ملفات عضو الاستنتاج او ملفات المنتج اللي هيتولد فيها القوة الدفعة الكهربائية طيب عضو الاستنتاج هنا هو عبارة عن ايه وبرضو جايب لكم الشكل بتاعه من غير الملفات علشان نشوف هو التركيب بتاعه واجزائه بالزبط عضو الاستنتاج لقينا انه هو عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني بصوا يا جماعة عايزين نتفق على حاجة اي حاجة هتشيل ملفات فهي رقائق من الصلب السيليكوني خلاص ليه لان الملفات لما هيمر فيها طيار حينشأ فيها مجال مغناطيسي انا محتاج الاقطاب دي تجمع للمجال المغناطيسي تمام طيب عضو الاستنتاج هو عبارة عن او يصنع من رقائق من الصلب اه الصلب المولدات بسمك يتراوح ما بين تلاتة ملي متر الى خمسة من عشرة ملي متر ومعزول عن بعضها الشرائح دي برضو معزولة عن بعضها بالورنيش او الاكسيد او الطلاق العازل تمام ليه قلنا اي شرائح صلب سيليكوني او صلب مولدات او صلب اللي هو صلب اللي بيصنع منه رقائق الاقطاب او رقائق اللي بتشيل ملفات عمتا بتبقى معزولة بالورنيش العازل او الاكسيد العازل او الطلاق للتقليل من الطيارات الدوامية طيب وتجمع مع بعضها على محور الدوران كقطعة واحدة بعد عزلها طيب هي هتتعزل عن بعضها بس لا ده بعد عزلها عن بعضها وعن محور الدوران ويفتح في محطها الخارجي مجاري طولية لتثبيت ملفات عضو الاستنتاج تعال نشوف الشكل مع بعض ادي الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي ها عضو الاستنتاج عضو الاستنتاج هنا احنا جايبين شكله من غير الملفات لان احنا بنشرح عضو الاستنتاج بس عضو الاستنتاج هنا عبارة عن رقائق دائرية الشكل تمام كده رقائق من الصلب السيليكوني دائرية الشكل تجمع مع بعضها تجمع مع بعضها وتعزل بالورنيش تمام للتقليل من الطيارات الدوامية والإعصارية وإيه كمان وتسبت على محور الدوران أو محور عمود الدوران قطعة واحدة لما تمسكها في إيدك كده بتحس إن هي قطعة واحدة ما ينفعش نمسكها ما ينفعش نفكها في حين إن هي أصلا بتبقى معزولة عن العضو الدائر عن آسف محور الدوران وعن رقائق رقائق عن بعضها بتبقى معزولة كمان طيب ويفتح في محورتها الخارجي مجاري الشكل اللي احنا شايفينه ده كده مجاري كل مجرى من دول هتشيل ملف تمام يبقى ويفتح في محورتها الخارجي مجاري لتثبيت ملفات عضو الاستنتاج طيب عضو الاستنتاج ده فايدته إيه ونشوف شكله تاني اللي هو اللي يكون شايل الملفات عايزين نشوف الشكل بتاعه وهو شايل الملفات أو محطوط عليه ملفات عضو الاستنتاج طيب فايدة عضو الاستنتاج قال لي ان هو بيحمل المواصلات او فايدته حمل المواصلات التي تنتج بها القوة الدفعة الكهربية وما للشكل اللي احنا شايفينه على بعضه ده ده عبارة عن ايه ده كده يا جماعة بينسميه العضو الدائر تمام ده كده عضو دائر هو اللي بيدور بمواصلات المنتج قدام مين قدام الاقطاب علشان يولدلي قوة دفعة كهربية فين في ملفات الاقطاب وخد بالك امال ايه الجزء اللي موجود عندي ده الجزء النحاسي ده وايه الجزء الطويل او العمود اللي ماشي بطول الجسم ده العمود اللي ماشي بطول الجسم ده هنتكلم عنه قدام اللي هو اخر حاجة في التركيب اللي هو عمود الدوران او محور عمود الدوران تمام والجزء النحاسي ده اللي هو عضو التوحيد اللي هو عضو التوحيد تمام اما الملفات النحاس او الاسلاك النحاس دي هي دي بقى ملفات المنتج او ملفات عضو الاستنتاج اللي هيتولد فيها قوة دفعة كهربية لان ده هيبقى مثلا لو مولد هيتولد فيه قوة دفعة كهربية الملفات دي متصلة بقطاعات عضو التوحيد ومن خلال قطاعات عضو التوحيد ترزبيت الفرش عليها اللي هنقوله قدام برضو عشان ما نبقى السبقين فده من خلال عضو التوحيد ده هو اللي هيديني او ينقل لي من خلال الفرش ينقل لي الطيار او قوة دفعة كهربية للطرفين اللي هيخرجوا برا المولد طيب تعالى نشوف بعد كده عندي عضو التوحيد اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو الجزء النحاسي اللي كنا شفناه عضو التوحيد دوت بيقول لي انه بيتكون من قطع نحاسية زاد قطاع مسحوب وتسمى بقطاعات عضو التوحيد خد بالك من الكلمة اللي جاية او المبدل تمام يبقى انا عندي هنا القطاعات عضو التوحيد بتسمى او عضو التوحيد في آلة الطيار المستمر ده بيسمى عضو توحيد او المبدل امتى يبقى عضو توحيد وامتى يبقى مبدل عضو توحيد لو في المولد طيب المبدل ده بيتقال عليه اسمه المبدل او العاكس في محرك الطيار المستمر تمام طيب هي بقى بيتركب ازاي عضو التوحيد زي ما شفناه في الشكل اللي فات وهاجب لكم شكل اوضح دلوقتي يوضح لنا شكل عضو التوحيد احنا شفناه وهو متجمع على عضو الدرق او على عضو الاستنتاج ولكن احنا هنشوفه شكله لوحده بيبقى عامل ازاي عضو التوحيد ده دلوقتي قال لي انه هو عبارة عن قطاعات تعزل عن بعضها وعن عضو الاستنتاج وعن محور الدوران بالعزل المضغوط او بالميكا العزلة الميكا دي مادة عزلة اسمها الميكا ويشكل عضو التوحيد على هاي تستوانة مسبتة على محور الدوران بواسطة جلبة تمام ووردة جانبية وصامولة زن يعني ليه تركيبة معينة كده اللي هو بحيث انه هو يتسبت على محور الدوران قدام عضو الاستنتاج تمام بحيث انه لما اعمل الملفات بتاعتي كل ملف لازم يتشبك او يتربط او يتعلق في لامة احنا بنسميها لامة اللي هي قطاعات عضو التوحيد دي بنسميها لامة بحيث ان هي ايه يعني يبقى في شبك او ربط الملف اللي موجود على عضو الاستنتاج بيبقى يتلف على فين على لامة من لامات او قطاعات عضو التوحيد طيب وتعزل الوردة عن قطاعات عضو التوحيد بواسطة حلقة من الميكانيت مخروطية الشكل وغيرنا يا باش مهندس الشكل بقى عضو التوحيد احنا شفناه مجمع على عضو الدائر كله على بعضه فاحنا محتاجين نشوف ايه قطاعات عضو التوحيد ومصنوعة من النحاس ومعزولة ازاي تعالى نشوف الشكل ده الشكل ده هنقولي الاول فايدة عضو التوحيد فايدة عضو التوحيد هي بقى اللي احنا قلناها في الاول قال لك خد بالك انه قالت الطيار المستمر بيبقى الخارج بتاعها او مولد الطيار المستمر بيبقى خارجه طيار متردد تمام طب بيبقى طيار مستمر ازاي لقينا انه هو بيبقى طيار مستمر عن طريق ان انا اعمل عضو التوحيد وازود عدد اللامات بتاعته او اللي هي بنقول عليها قطاعات قطاعات عضو التوحيد في العملي هتلاقي المهندس او المدرس بتاعك في العملي بيقولك ايه اسمها اللامات عشان تبقى متعود على الاسم ده يبقى فايدة عضو التوحيد توحيد اتجاه الطيار المستنتج في ملفات عضو الاستنتاج للحصول على طيار مستمر طب وريني شكلها كده تعالوا مع بعض نشوف الشكل اهو ده الجزء النحاسي او اللامات او عضو التوحيد او اللي بنسمعها قطاعات عضو التوحيد اللي كانت متركبة على عضو الاستنتاج اللي هو كانت شبكة او ربطة فين في الملفات الملفوفة مع عضو الاستنتاج تمام دي كده قطاعات عضو التوحيد اهي ده قطاع قطاع او شريحة شريحة وفين اللامات يا مستر اللي انت بتقول لنا عليها اهي شايفين السن اللي موجود ده كده ده بنسميه لاما او نهاية الايه القطع المسلوبة او نهاية عضو التوحيد اللي من خلالها اقدر اشبك الملفات في كل واحدة من دول وخد بالك عدد الملفات اللي انت هتلفها على عضو الاستنتاج هو مساوي لعدد قطاعات عضو التوحيد ليه علشان نحصل على قوة دفعة اعراضية سابتة القيمة والاتجاه ودي احنا قلناها في اول سؤالين قلناهم تمام طيب بعد كده الفرش الكربونية خد بالك انا قلتلك في الاول ان من ضمن التركيب كان عندي الفرش الكربونية الفرش الكربونية كانت وظيفتها ايه هتجمع لي الطيار من على عضو التوحيد واتطلعه لي من خلال طرفين لبرا تمام تعال ورينا كده الفرش الكربونية بتصنع من ايه وشكلها عامل ازاي الفرش الكربونية اخد بالك الفرش الكربونية لها تثبيتة معينة على عضو التوحيد ولها نظام معين لتثبيتها على عضو التوحيد اللي هي الفرش الكربونية طيب الفرش الكربونية بتصنع من ايه قال لي في حالتين لو قدرة عالية المولد دوت او الالة دي قدرتها عالية هيبقى من الكربون المضغوط تمام طيب لو قدرة متوسطة لو قدرة متوسطة هتبقى مصنوعة من النحاس او مادة النحاس تمام عشان كده شموها فرش كربونية تعال نشوف كده مع بعض الفرش الكربونية بتستخدم من ايه تصنع الفرش الكربونية من الكربون المضغوط في حالة القدرات الكبيرة في حالة القدرة الكبيرة المتوسطة بتصنع من ايه من الكربون المضغوط او في حالة بقى القدرة الصغيرة بتصنع من النحاس الاحمر وغالبا ما تستخدم الفرش الكربونية يعني النوع المستخدم باستمرار او شائع الاستخدام هو مين الفرش الكربونية طب بتثبت ازاي بيتم تثبيت الفرش الكربونية يعني على سطح عضو التوحيد بوسطة بيت الفرش المثبت على حامل خاص والذي يثبت على وجه المولد يعني الفرش الكربونية مصنوعة من حكتين او عندي مادتين للصنع لها وده حسب قدرة المولد لو قدرة كبيرة ومتوسطة يبقى هتتصنع من ايه مصنوعة من الكربون المضغوط ولو المولد قدرة صغيرة يبقى هتتصنع من النحاس تمام طيب بتثبت ازاي بتثبت على عضو التوحيد بزاوية قايمة عليها كده وبيبقى لها تركيبة ميكانيكية اللي هي ايه بقى بيبقى فيها سستة بتزقها على عضو التوحيد يعني في بيت الفرش اللي احنا بنقول عليه ده بيبقى فيه تركيبة يعني تركيبة معينة اللي هي بيبقى فيها سستة وحاجة زنقاها بحيث ان السستة دي طبعا الفرش الكربونية نتيجة احتكاكها مع عضو التوحيد هيبقى فيها تآكل فلما يحصل فيها تآكل لو ما فيش حاجة ضغطاها من وراء اللي هيحصل هتبقى مهزوزة لو ما فيش حاجة ضغطة الفرش الكربونية دي زقاها على عضو التوحيد يعني احنا نقول مثلا ادي عضو التوحيد بالنسبالي الفرش الكربونية هتبقى متثبتة عليه كده تمام فرش الكربونية تبقى متثبتة عليه بالشكل ده حاجة بتزقها اللي هي سستة او ياي بيزق الفرش الكربونية من الخلف ومن الناحية التانية برضو من الخلف ده بيبقى داخل حاجة اسمها بيت الفرش تمام بيبقى داخل حاجة اسمها ايه بيت الفرش طيب الشكل بيبقى ازاي تعال نشوف الشكل مع بعض كده للفرش الكربونية وبيت الفرش ده بيبقى شكله ايه الفرش الكربونية بتبقى بالشكل ده كده ادي دي مصنوعة من الكربون المضغوط تمام دي فرشة كربونية مصنوعة من الكربون المضغوط وقادي السستة أو الياي اللي بيبقى ضغط عليها من الخلف بحيث إنها تبقى ملتحمة أو ملاصقة باستمرار أثناء التشغيل مع عضو التوحيد طيب أمال إيه أنا شايف يا مستر في حاجة زي سلك واصل السلك ده اللي واصل مع القطعة النحاس دي وسلك هنا كمان هو طالع من الفرشة واصل لقطعة نحاس هنا القطعة النحاس دي هي اللي هناخد منها هناخد منها الطرفين القطعة دي والقطعة دي هناخد منها طرفين يخرجوا بالطيار المستمر أمال السلك ده فايدته إيه السلك ده بما إن الفرش الكربونية هي اللي هتجمع للطيار فأنا محتاج وسيلة تطلع للطيار برة صح كده طب ورين يا مستر كده شكلها في التركيب أو مع التشغيل هتبقى إزاي جبتلكوا بقى الشكل ده اللي يوضح لي فكرة تثبيت أو فكرة عمل الآلة لما تبقى مولد بص عندي هنا عضو الاستنتاج وهو بيدور بالملفات بين القطبين شايف عضو التوحيد بيلف مع مين بيلف مع عضو الاستنتاج تمام لأنه مسبت على عمود دوران واحد فبيلف معه القطعتين البني دول اللي هم مين البراشيز أو الفرش الكربونية اللي مسبتها على عضو التوحيد تمام؟ يبقى نتيجة تثبيتهم على عضو التوحيد هو ممكن بيحصل تآكل فيهم ولذلك كان لازم يتحط اليايات اللي موجودة دي أو السوسة اللي موجودة دي ليه؟ علشان تفضل باستمرار ضغطة على الفرش بحيث أنها تفضل دايما ملسقة لعضو التوحيد وما يحصلش اهتزاز عليها طيب ده كده شكل الفرش الكربونية تعالى نشوف بقى الشروط الواجب توفرها في النظام الميكانيكي للفرش الكربونية الشروط دي احنا قلناها يعني احنا وإحنا بنشرح الفرش الكربونية دلوقتي قلنا جزء كبير من الشروط دي ايه هي الشروط دي بقى؟ لازم ان الفرش الكربونية تبقى مثبتة تثبيت عمودي على عضو التوحيد تمام؟ طيب ايه تاني؟ لازم الفرش الكربونية تبقى ملسقة باستمرار وما تتأثرش باهتزازات الآلة وهي شغالة لأن الآلة وهي شغالة هيبقى فيه اهتزاز جامد فالاهتزاز ده لو أثر على الفرش الكربونية ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اخراج الطيار من العضو التوحيد هيبقى باستمرار هيبقى فيه تأثر لأخذ الطيار من عضو التوحيد تعالوا نشوف كده مع بعض رقم واحد وكده يبقى قدرنا ان احنا نعرف ازاي هنثبت او النظام الميكانيكي للفرش الكربونية ونقولهم مع بعض رقم واحد يجب ان يجعل الفرش في وضع ثابت على عضو التوحيد وان يكون سهل الحركة لضبط موضع الفرش هنا بيوضح لي انه تثبيت الفرش الكربونية لازم يكون وضعها عمودي وثابت على عضو التوحيد ويكون كمان انه سهل الحركة ما يبقاش ضغط قوي بحيث انه ما يبقاش فيه تآكل في الفرش وكمان ما يسببش شرارة نتيجة بين بسبب احتكاك الفرش مع عضو التوحيد تمام؟ رقم اتنين عندي اللي هي يجب ان يسمح بضبط الضغط على الفرش ان النظام الميكانيكي ده او التركيبة بتاعة بيت الفرش او الفرش الكربونية في بيت الفرش لازم النظام ده يسمح بالضبط الضغط على الفرش بتأثير الزنبورك او اللي هو الياي او السوستة اللي شفناها اللي هي بتزق الفرش على عضو التوحيد تمام؟ طيب رقم تلاتة يجب ان يوفر المتانة اللازمة بحيث لا تتأثر الفرش بالزبزبات التي تحدث اثناء التشغيل ودي قلناها انه ساعة ما هيبقى المولد او الالة شغالة بيحصل ايه اهتزازات جمدة بتسبب انه ممكن الفرش دي لو التزبيت بتاعها مش متين او لو يعني في تزبيت خاطئ بيبقى بتسبب اهتزازات او بتتأثر بالزبزبات طيب رقم اربعة يجب ان يوفر او يوفر النظام الميكانيكي ده او بيت الفرش او التركيبة بتاعة بيت الفرش مع الفرش الكربونية يجب ان يوفر للفرش عزلا كهربيا عن الحامل يعني الجزء اللي هو فيه بيت الفرش اللي شايل بيت الفرش لازم يبقى معزول لان هي اللي هتبقى شايلة الطيار فلازم يبقى معزول عن الحامل اللي شايل الفرش الكربونية طيب نيجي بعد كده نتكلم عن عمود الدوران وعمود الدوران ده احنا شفناه فيه لما شرحنا عضو الاستنتاج هنجيب تاني نفس الشكل ونتكلم عن عمود الدوران هنا عمود الدوران هو العمود اللي مرر ما بين رقائق رقائق عضو الاستنتاج دي او رقائق المنتج هو اللي شايلها وبيبقى متسبت عليه كمان عضو التوحيد وكمان بيبقى محطوط عليه اللي هي بنقول عليها البليا او كرسي عمود الدوران ودي هنشوفها فيه الجزء التامن اللي احنا هنتكلم عنه اخر جزء فيه قالة الطيار المستمر طب بيصنع من ايه بيصنع من الصلب العمود ده بيصنع من الصلب ويعمل على عزم الالتواء والانحناء يعني غير قابل للالتواء او الانحناء اثناء التشغيل واثناء الدوران وبينقل عزم مثل اعمدة الدوران في المولدات والمحركات طيب ايه تاني مهم في عمود الدوران ده قال لي خد بالك ان وزن عضو الاستنتاج او الجزء اللي هو الرقائق اللي مفتوح فيها مجاري وبيتثبت فيها ملفات المنتج وكمان بيبقى مصاحب لها عضو التوحيد كل ده بيبقى الوزن بتاعه مسبت في المنتصف تمام ويكون وزن المنتج وعضو التوحيد في مركز في منتصف العمود او يعني في منتصف عمود الدوران ده بيبقى متوسطا بالزبط في النصف عضو الاستنتاج وعضو التوحيد طيب بعد كده نشوف كرسي عمود الدوران كرسي عمود الدوران قال لي انه هو عبارة عن يعني نقولها بالبلد كده اللي هي رمان بيلي او البليا بيقولوا عليها البليتين تمام كرسي عمود الدوران هو بيبقى مسبت على محور عمود الدوران وبيبقى شايل عمود الدوران معايا بس من جوه بيبقى حر الحركة من جوه بيبقى حر الحركة زي البليا بالزبط تعالى نشوف الشكل كده معانا هنشوف شكلها من جوه هي بتتحرك ازاي وشكلها وهي متسبتة على عمود الدوران وعلى من الناحيتين على عمود الدوران هنشوف كده الشكل ده مع بعض لقينا ان هي عبارة عن زي بيليا او حاجة زي اللي هي بنقول عليها رمان بيليا تمام طيب هنا يستخدم كرسي عمود الدوران في حمل الاعمدة والمحاور والاجزاء المركبة عليها ليه بحيث يكفل حرية الدوران للأعمدة علاوة على نقل القوة من على الأعمدة والمحاور الى هيكل او اساس المكينة تمام تعالى نشوف الشكل اللي جاي ده الشكل اللي جاي ده بيوضح لأهوت هي دي البليا اهي او بنسميها البليا اللي هي كرسي عمود الدوران خلاص او كرسي المحور محور عمود الدوران تمام البليا دي او بنسميها كرسي محور الدوران او كرسي عمود الدوران بتبقى متسبتة شايف كده على عمود الدوران اهي شايف البليا موجودة فين او كرسي عمود الدوران موجود فين وفيه واحدة الناحية التانية قصادها بالزبط تمام طيب دي بتعمل ايه بتسبب لي ان الحركة بتبقى حرة وسهلة لعمود الدوران ما بتسببش احتكاك عمود الدوران بتبقى شايلة عضو الاستنتاج بتبقى حملاه بعيد عن الاقطاب المغناطسية بحيث ان ما يبقاش فيه احتكاك بين عضو الاستنتاج والاقطاب بحيث ان ما يبقاش فيه احتكاك ما بينهم اثناء الدوران بيبقى محافظ على قيمة الصغر الهوائية او قيمة الفراغ المسافة الفراغ اللي بين عضو الاستنتاج وبين الاقطاب مين اللي بيحافظ لي عليهم كرسي محور عمود الدوران او كرسي عمود الدوران تمام طيب تعالى نشوف كده انواع اه كرسي عمود الدوران ده شكل عضو الاستنتاج بعد مشارحنا تركيب او العضو الدائر ده بعد مشارحنا تركيب المولد او قالت الطيار المستمر بعد ما شرحناها جمعنا بقى الشكل ده كده بيبقى شايل عضو الاستنتاج لورقائق من الصلب السيليكوني اللي هي الشكل ده كده ده قلنا ان ده عضو الاستنتاج والملفات النحاس اللي جوه السلك النحاس ده ده ملفات المنتج او ملفات عضو الاستنتاج اللي هي ايه بيتولت فيها قوة دفعة كهربية تمام امال ايه ده قلنا عليه ده اسمه عضو التوحيد وايه الحاجات اللي نزلة منه قلنا ان الاطراف اللي نزلة منها دي اسمها لامات او اللي هي فايدتها ان احنا بنشبك بداية الملف كل ملف بيشبك في واحدة يعني عددها مساوي لعدد الملفات اللي موجودة في المنتج او في عضو الاستنتاج وايه ده ده عمود الدوران امال ايه اللي اتنين دول بقى ده اخر حاجة قلنا عليها اللي هي كرسي عمود الدوران انواع كرسي عمود الدوران بقى لو جينا نتكلم عن أنواعه هنلاقي عندي نوع جلب ونوع رمان بيلي تمام يبقى أنا عندي النوعين رقم واحد كراسي انزلاقية اللي هي بنسميها جلب تمام كده وكراسي تضحرق اللي هي بيتقال عليها رمان بيلي تمام يبقى دي كده أنواع كراسي عمود الدوران طيب الجزء ده بيوصلني بيوصلني لآخر جزئية في التركيب والتركيب احنا قلنا كده من الأول قلنا عندي العضو السابت اللي هو الهيكل الخارجي وعندي أقطاب مغناطيسية رئيسية وعندي أقطاب مغناطيسية مساعدة عندي عضو الاستنتاج اللي هو احنا شايفينه قتامنا ده وعندي عضو الاستنتاج اللي هو الجزء اللي في النص اللي هو شايل الملفات طيب وعندي ايه كمان وعندي عضو التوحيد وعندي عمود الدوران وكرسي عمود الدوران والفرش الكربونية الفرش الكربونية احنا قلنا ان لازم تبقى مسبتة تثبيت جيد على مين على عضو التوحيد لازم تبقى مسبتة على عضو التوحيد لتثبيت جيد علشان تمنع يعني ما تتأثرش بالاهتزازات اقدر احصل على الطيار بانتظام تمام كده لازم تبقى مسبتة بتثبيت عمودي وفيه اللي هي اليايات الزن اللي هي بتبقى زنقة او بتزق كده الفرش الكربونية على عضو التوحيد من خلالها اقدر اطلع منها بالطرفين اللي يطلعوا لي القوة الدفعة الكهربية من المولد طيب التقويم بتاعنا هنا لقينا انه في شوية حاجات احنا قلناها في شغلنا لازم نركز عليها وناخد عليها كام سؤال بحيث انه نقدر نشتغل على الباب ده وتقدر تحل على الباب لان انت هتلاحظ انه في كتاب المدرسة الباب التالت قلات الطيار المستمر مفيش عليه اسئلة موجودة اسئلته هتبقى مع الباب الرابع في المولدات هتبقى فيه جزئيات موجودة جزئيات اسئلة موجودة في الباب الرابع على الباب الخاص بمولدات الطيار المستمر طيب اول سؤال معنا نقولي الاسئلة كده ونفتكر مع بعض اللي احنا كنا بنقوله بيقول لي سين واحد ما هي الشروط الواجب توفرها للحصول على القوة الدفعة الكهربية القوة الدفعة الكهربية احنا قلناها كان بيشترط وجود موصل وكان بيشترط وجود مجال مغناطيسي وكان بيشترط ان في قوة محركة السؤال التاني وضح كيف يمكن الحصول على القوة دفعة كهربية سابتة القيمة والاتجاه في آلة الطيار المستمر وده قلنا ان احنا بنزود عدد قطاعات عدو التوحيد بيساوي عدد الملفات فنقدر نحصل على عدو التوحيد نقدر نحصل منه على قوة دفعة سابتة القيمة والاتجاه اشرح تركيب آلة الطيار المستمر مع ذكر فائدة كل عنصر ده قلناهم التمن عناصر اللي احنا قلناهم علل تصنع الاقطاب المغناطيسية من الصلب السيليكوني المعزول بالورنيش وده قلنا ليه الاسئلة دي احنا محتاجين الحل عليها وتبعتلنا الحل بتاعها تصنع الملفات التي تلف على الاقطاب المغناطيسية المساعدة من سلك نحاس زو مساحة مقطع كبيرة وده قلنا ليه برده طيب واخر سؤال معنا يبقى اذكر الشروط الواجب توفرها في النظام الميكانيكي للفرش الكربونية وده جاوبنا عليه وبكده نكون لمينا الباب الاول وخلصنا الباب الاول آلات الطيار المستمر وتمنياتي لكم بالنجاح جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة